استعراض رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملكة لوضع السياسية والإنسانية في اليمن ومستجدات عملية السلام وأسباب عدم إحراز تقدم فيها ودوافع الميليشي الحوتية لإطالة أمدي الحرب وجاء لقاء رئيس الوزراء بمدينة جينيفة السويسرية بالمدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاندا والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقا في المركز رومان جراند جيان وكاثيا بابيني مديرة قسم الوساطة والسياسات ومسؤولين آخرين بالمركز وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الأممية والإقليمية والدولية المستمرة للدفع بعملية السلام باليمن والتحديات التي تواجه نسار الحل السياسي في ظل استمرار التعنة والرفض الحوثي مشددا على الدور الهام للمركز والمعاهد المتخصصة في تشخيص الموضوع للأزمة اليمنية وبالتركيز على جذورها والحلول الواقعية لها ومشاركتها مع المجتمع الدولي للوصول إلى الهدف بإنهاء معاناة الشعب اليمني وذلك باستغمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي